سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل لهم لا تبسدوا في الأرض والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة أن تفسد دين الإنسان أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من صوته أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله أن تأتيه بقصص لا أصل لها في الدين أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط كلامه منطلقاته أهدافه اعتماداته أدلته كل غلط ليست دينية ليست مشروعة يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا مقياس وبلا ظوابط وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركبوا رأسهم ويصموا أذني فيا أيها الإخوة حركة المنافق حركة فساد حركة إيقاع بين الناس حركة تغطيع علاقات حركة قطع ما أمر الله به أن يوصل حركة تغيير معه الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح يصلحون إذا فسد الناس أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن الإصلاح التوفيق التقريب الجمع النصيح الانصاف العدل إن سألتني عن صفة أساسية في حياة المنافق الإفساد طبعا تحت غطاء نحن فرضا نعمل نادي قمار مكلف خمسين ستين مليون يدر دخل كبير علينا فأي شيء يجلب المال بزهنه أصلاح مصلحة مبنية على المعصية يقول لك هاي رايجي هلا يا أخي يعني بيبدل مصلحته فورا إلى مصلحة أو إلى حرفة أساسها الإفساد إفساد الشباب يقول لك هاي عمل مو عبادة يتلبسها كمان بتكون حرفته كلها غلط كلها فساد يعد العمل عبادة فقضية الفساد يعني صفة جامعة مانعة للمنافق حتى في بيته حتى في تبذل في البيت حتى في إلقاء نظراته نظراته خبيثة ثيابه بعيد عن الحشم مرأة كانت أو رجولا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هو يرى الصلاح بكسب المال يرى الصلاح بتحقيق المتع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون طبعا لا يشعر هو في أعماقه يشعر أنه فاسد ولكن لا يشعر أن هذا العمل لا تختب فاسد إنا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآسارها يعني فرضا من باب الجدل لو أن إنسان أفسد فتاة يشعر أنه أفسدها وأخرجها عن طبيعتها وعن قوامها الذي أراده الله لها هي زوجة زوجة طاهرة فلذة أكبادها فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الإنحرام هو لا يشعر أنه بعد مئة عام قد يأتي من نسلها مئة ألف مئة ألف فتاة فاسدة كلها في صحيفة هذا الذي أقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآسارها لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لا ارتعدت فرائصه كل هذا محاسب عليه الإنسان أحيان يسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة